طلابي طالباتي يعطيكوا ألف عافية بسم الله والصلاة والسلام على خير رسول الله اليوم ننبلش إن شاء الله بمفردات الوحدة السابعة بعد ما نهينا مبادرة الوحدة السادسة اليوم إحنا بسبعة وإن شاء الله مكملين حتى نبدع ونتألق ثلاث أجزاء لطيفات جميلات بيطلق خصة كل معاني الوحدة السابعة بإذن الله العلي القدير طلابي طالباتي أول شيء إن شاء الله بنبلش بي اللي هو الفيديو لليوم راح نبلش من كلمة circulation اللي هي اللي عند كلمة دقيقة بس أشوفهم عشان قسمهم يعني أتوقع على كافيات وحلوين وجميلات راح ناخدهم إن شاء الله لعند كلمة اللي هي simulator لعند كلمة simulator لهون تمام فذلك يعني حتى اللي حافظ بيقدر يرجع راجع يمسك أمور طريقة صحية والمش حافظهم عم يجمع لك إياهم في يعني إيش مع بعض رايحك فذلك إن شاء الله ربنا يجعلوا إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا circulation الدوراء الدموية مربوطة بكلمة the movement of blood شاني the movement of blood حركة الدم في الجسم ذلك هذا الإشي اللي هو إيش بتكون لهي عمليات الدوراء الدموية في الجسم concentration التركيز مربوطة بكلمة attention شو معنى attention؟ انتباه وحنا ألف مرة صارنا حاكين ربعطيك المعنى الطويل وانت شو بتعطيني المعنى القصير memory اللي هي الذاكرة مربوطة بكلمة someone's ability to remember things شو معنى remember things؟ يتذكر الأشياء قدرتك عندك تتذكر الأشياء nutrition التغذية مربوطة بكلمة good health شو معنى good health؟ الصحة الجيدة الصحة الكويسة فلذلك دائما nutrition هو نظام تغذية the process of getting the right kind of food for good health and growth dehydration الجفاف مربوطة بكلمة little water كمية مياه قليلة كمية مياه قليلة لكن لا سمح الله بيتأدي للجفاف diet اللي هي معنى النظام الغذائي اللي هو the kind of food نوع الغذاء اللي الواحد بيتغدى عليه فذلك ما أجل عمل diet يعني أنه أنا عامل healthier food اللي هو أكل أكثر صحية عشان أنه أدير بالي على صحتي إن mother tongue اللي هي اللغة الأم مربوطة بكلمة the first and main language اللغة الأولى والأساسية اللي بيتعلمها الإنسان لما يكون child شو معنى child؟ طفل ممتاز multilingual اللي هي معنى متعدد اللغات مربوطة بكلمة speaking, reading or writing in more than two languages لما الواحد يحكي ويكتب ويقرأ أكثر من اللغتين شو هنم نسميه multi multilingual اللي هي معنى متعدد اللغات simulator اللي هي جهاز المحاكا مربوطة بكلمة device شو معنى device حبايبي اللي هو جهاز هذا الجهاز يحط لك بconditions معينة اللي هو ظروف محددة ويخليك أنك تسوي يقيس مدى تركيزك أثناء القيام بعمليمها زي ما ذكرناها بقطعة تعلم لغة أجنبية لما خلى زي كأنه يقود السيارة ويقيس مدى تركيزه بمهام مختلفة فلذلك عنا الآن الجزء الأول بفضل الله عز وجل تم ديروا بالكوا ودروا سمنيح تلت ساعة لما تخصصها تراجع فيها الكلمات وتحفظها وتكررها والله بتستاهل كل فرع بالامتحان لو عليه أربع علامات حكينا مبنية مشكلة بحد ذاتها ودول معاني ما بفيدوني بس بالإنجليش إنجليش أكيد بفيدوني أيضا بالإنجليز العرب لسؤال املأ الفراغ لما يعطيك أربع كلمات مختلفة حفظ معانيك بريحك كثير وبساعدك يعطيكم ألف عافية